اشتركوا في القناة الموافق الرابع والعشرين من ابريل من العام 2023 وبرعاية الوسيطة الامثل والافضل للتداول في الشرق الاوسط شركة سويسرية العالمية الوساطة المالية وبإمكانكم التسجيل والاستفادة من الخدمات العديدة والمتميزة التي تقدمها الشركة من خلال الرابط الموجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو اذا اخواني العزاء قبل ان ابتدأ فقرة التحليل الفني نذكر باهم البيانات الاقتصادية التي ستصدر خلال الاسبوع ولها تأثير على حركة الاسعار وقت صدورها يمكنكم الاطلاع عليها من خلال موقعي الالكتروني الظاهر امامكم على الشاشة من قسم الاخبار الاقتصادية تجدون الرزنامة الاقتصادية وبعض الادوات الهامة للمتداولين اذا اخواني العزاء سوف يكون لدينا يوم الاثنين الموافق الرابع والعشرين من ابريل بتمام الساعة الحادية عشر صباحا بتوقيت مكة المكرمة خبر هام جدا على اليورو ومؤشر ايفو لمناخ الاعمال الالماني ومن ثم يوم الثلاثاء سوف تصدر حزمة من البيانات الهامة على الدولار الامريكي اهمها تصاريح البناء ومؤشر ثقة المستهلك ومبيعات المنازل الجديدة وفي يوم الاربعاء تصدر بيانات هامة على الدولار الاسترالي ومؤشر سعار المستهلكين وعلى الدولار الامريكي يصدر طلبات السلع المعمرة الاساسية وتقرير مخزون النفط الامريكي الخام وفي يوم الخميس يصدر خبر الفائدة على الليرات التركية وعلى الدولار الامريكي يصدر الناتج الاجمالي المحلي ومعدلات الشكاو من البطالة ومؤشر مبيعات المنازل المعلقة وتختتم البيانات اليوم الجمعة بصدور بيانات هامة على اليورو الياباني اهمها تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك اليابان المركزي وتقرير التوقعات الفصلية ومؤتمر صحفي البنك اليابان وسوف نشهد على اليورو بيانات هامة اهمها معدل التغير في البطالة الالمانية والناتج الاجمالي المحلي الالماني ومؤشر اسعار المستهلكين الالماني وعلى الدولار الامريكي يصدر مؤشر اسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الاساسي تختتم البيانات بصدور خبر على الدولار الكندي وهو الناتج الاجمالي المحلي اذا اخواني لعزان ابتدأ فقرة التحليل الفني بتحليل مؤشر الدولار الامريكي الدولار وشاهدنا مؤشر الدولار الامريكي قد ارتفع في ختام الجلسة السابقة وجلسة نهاية الاسبوع السابق وشاهدنا هذا الارتفاء بناء على بعض الاراء والتوقعات الذي تفيد برفع اسعار الفائدة في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي القادم بربع نقطة اي ما يعادل 25 نقطة اساس وعلى هذا المنطلق شاهدنا البعض يتحدث عن عودة قوة الدولار الامريكي ولكن يجب النظر من زاوية اخرى بان مؤشر الدولار الامريكي حتى اللحظة لا يزال يتداول في ظل قناة رئيسية هابطة ولا يزال في ظل المناطق الحمراء ناهيك عن التحليل الاقتصادي الاساسي الذي يظهر لنا ان اسعار الفائدة حتى لو ارتفعت فائدة قد اقتربت من ذروة الارتفاع وسوف نشاهد خلال الفترات القادمة المزيد من الخفض والتخلي عن سياسة التشديد النقدي وايضا شاهدنا بيانات مؤشرات الارقام القياسية الذي اظهرت انحسار التضخم وارتفاع معدلات الشكاوى من البطالة اي استياد اعداد طلبات الاعانة الامريكية جميعها تعتبر عوامل تمنحنا على المدى الطويل ان الدولار الامريكي سوف يدخل في مرحلة ضعف ولكن كل القوة التي قد تحصل للدولار الامريكي لا تزال تصنف كقوة مؤقتة وردة فعل قبل ان يطيح الدولار لان السياسة النقدية التشددية قد وصلت الى ذروتها ولابد من ان نشاهد انتهاء هذه السياسة وخفض لأسعار الفائدة خلال الى عزاء على النظرة الفنية استمرارية التداولات ادنى مستوى 102.100 لا تزال ترجح الكفة السلبية الذي قد تهوي بمؤشر الدولار الامريكي الى مستوى 100.800 وقد تعصف به الى مستويات 99 ولا سبيل للدولار الامريكي باستعادة المراكز الشرائية مجددا والانتعاش الا باختراق مستوى 102.100 اذا اخواني الى عزاء ننتقل الى تحليل زوج اليورو دولار وانشاهد ان زوج اليورو دولار لا يزال يتداول في ظل القناة الرئيسية الصاعدة على المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم ولا يزال متماسك اعلى الـ 1.09400 بالرغم من المشاكل والاضراب والاحتجاجات في قطاع النقل والسكك الحديدية والمطارات في المانيا والذي اثرت على اليورو لا يزال حتى اللحظة اليورو ايجابي ولا يزال يتمسك بمكاسبه الذي قد تصعد به الى مستوى الـ 1.11000 و1.12500 ولن يلغى هذا السيناريو التفاؤلي الايجابي الا بكسر مستوى الـ 1.09400 اذا اخواني لعزان ننتقل الى تحليل زوج الباوند دولار ونشاهد ان زوج الباوند دولار لا يزال يرتكز على واستمرار التداولاته على 1.23150 لا تزال ترجح الكفة الايجابية ولكن لن نشاهد مكاسب قادمة على الزوج وتأكيدات لاستعادة السيطرة على الزخم الايجابي الا باختراق مستوى الـ 1.25200 اذا اخواني لعزان ننتقل الى تحليل زوج الدولار الامريكي مقابل الياباني وحذاري لدينا بياناتها ما جدا هذا الاسبوع على الياباني والذي من الممكن ان تؤثر على الزوج وتمنحنا تحركات عنيفة ولكن على صعيد الفني استمراري التداولات اعلى مستوى 133 ين مقابل الدولار الامريكي الواحد لا يزال يرجح الكفة الايجابية ولن تنتهي هذه الاحتمالات الايجابية للدولار الامريكي لبكسر 133 والثبات ادنها اذا اخواني لعزان ننتقل الى تحليل زوج الدولار الامريكي مقابل الدولار الكندي ونشاهد الاسعار تحاول استعادة السيطرة على الزخم الايجابي في ظل تراجع اسعار النفط الخام واذا نجحت الاسعار باختراق مستوى 1.35000 سوف نشاهد امتداد المكاسب الى مستوى 1.38000 ولن يلغى هذا السيناري والايجابي الا بعودة التداولات والمراكز البيعية ادنى 1.35000 اذا اخواني لعزان ننتقل الى تحليل زوج الدولار الامريكي مقابل الفرانك السويسري ونشاهد الاسعار تقترب من منطقة دعم هامة جدا وهي 0.89000 والذي اذا نجحت الاسعار بكاسرة سوف نشاهد المزيد من الخسائر تطال الدولار الامريكي والذي قد تعصف به الى مستويات 0.86000 على لن يتوقف نزيف الدولار الامريكي واستعادة الملقب المجنون ونشاهد الزوج يحاول لملمة الجراح واذا نجح بالارتكاز اعلى وعلى المتوسط المتحرك سوف نشاهد قوة واندفاع ايجابي قادم ولكن لن يتحقق الا باختراق مستوى 167 حيث ان اختراقها سوف يعيد الزخم الايجابي للزوج ويستهدف مستوى 170 وقد نشاهد على مستوى 174 ولن يلغى هذا السيناريو التفاولي لبكسر 164 اذا اخواني لعزان ننتقل الى تحليل زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الامريك ولتزال الاسعار تحاول التمسك ببعض من المكاسب واذا نجحت الاسعار بالتماسك اعلى مستوى 0.66 650 والماثل امامكم بالخطر احمر المتقطع قد نشاهد محاولة لاستعادة سيطرة على الزخم الايجابي والانطلاق صوب مستوى 0.68 اما كسر مستوى 0.66 قد يقضي على الامال الايجابية للدولار الاسترالي اذا اخواني لعزان ننتقل الى تحليل زوج الدولار الامريكي مقابل ليرا التركية ونحذر انه لدينا خبر الفائدة على الليرا التركية ولكن حتى اللحظة لا يزال السيناريو المرجح فنيا هو الايجابي الصاعد واذا نجحت الاسعار باختراق مستوى 19.40 قد نشاهد مستوى 19.60 خلال التداولات القادمة ولن نشهد تحسن في اسعار الليرا التركية الا بكسر مستوى 19.30 وعودة المراكز البيعية ادنى اذا اخواني لعزان ننتقل لتحليل زوج الدولار الامريكي مقابل الكورونا السويدية ولا الجديد يفكر حيث ان الازواج لا تزال والاسعار عفوا لا تزال تتداول في ظل القناة العراضية المحصورة ما بين مستوى العشرة والإحداش والماثل امامكم في ظل القناة العراضية المظللة على الرسم البياني ولن نحدد مسار واضح وصريح الا بكسر او اختراق احد اطراف القناة العراضية اذا اخواني لعزان ننتقل البيتكوين مقابل الدولار الامريكي ونشاهد البيتكوين لا تزال تتداول في ظل المناطق الحمراء واستمراري التداولات دون 28000 دولار قد تعرض البيتكوين لضغوط قد تهوي بها الى مستوى 25000 و22000 ولا سبيل لاستعادة المكاسب للبيتكوين الا بالعودة مجددا والتمركز اعلى 28000 دولار والثبات على حين سوف نشاهد محاولات لكسر حاجز الـ 32000 دولار والذي يمثل مستوى حاجز نفسي هام لاستعادة مكاسب البيتكوين الذي تحققت خلال السنة السابقة اذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل الريبل ونشاهد ان الريبل لا تزال تتعرض لضغوط بيعية وإذا استمرت الاسعار دون مستوى 50 سنت سوف نشاهد المزيد من الخسائر ولكن لن نحقق هذه الخسائر ونتأكد من استمرارية النطاق السلبي إلا بكسر مستوى 43 سنت وأما العودة على الـ 50 سنت سوف يلغي السيناريو البيعي الهابط وهو الذي مرجح على الصعيد الفني إذا اخواني العزاء ننتقل الى تحليل ملك الملاذات الآمنة الذهب ونشاهد الذهب لا يزال يتماسك أعلى الاستمرارية الذهب مثل ما ذكرنا مرارا وتكرارا أعلى 1950 دولار مقابل الأنصة الواحدة لا يزال يرجح السيناريو الإيجابي الصاعد ولا تزال ترجح الكفة الإيجابية والذي قد تصعد بأسعار الذهب إلى مستوى 2040 دولار مقابل الأنصة الواحدة وقد نشاهد مستويات 2100 و2222 ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي التفاؤلي لملك الملاذات الآمن أعذاب إلا بكاسر مستوى 1950 دولار مقابل الأنصة الواحدة إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل الفضة ونشاهد الفضة حتى لحظة لا تزال تتمركز على الاستمرار التداولات أعلى مستوى 24 ونصف لا تزال تمنح الكفة الإيجابية للفضة والذي قد تستهدف مستوى 26.25 والذي إذا رجحت الأسعار باختراقها سوف يؤكد المسار الإيجابي الصعد ولن يلغى هذا السيناريو والتفاول إلا بكاسر مستوى 24.5 إذن أخواني لعزاء ننتقل إلى تحليل النفط الخام ونشاهد النفط الخام بالرغم من التراجع وقد ذكرنا في التحليلات السابقة أن كاسر مستوى 80 دولار مقابل البرميل الواحد سوف يدخل النفط الخام في موجة صحيحية هابطة ولكن لن يؤكد لأسعار النفط الخام بالعودة إلى المسار الرئيسي الهابط إلا بكسر 76 حيث أن كسر 76 قد ينجم عنه الاستعادة للمراكز البيعية وهبوط أسعار النفط الخام بقوة إلى مستوى 68 وقد نشاهد 62 مقابل البرميل الواحد ويشترط لتحقق هذا السيناري وهو كسر 76 دولار أما التماسك أعلى 76 دولار وأعلى الابتريند سوف يعيد المراكز الشرائية لأسعار النفط الخام والذي لن نشاهد انتعاش وتأكيد الإيجابية إلا باختراق الثمانون والثبات أعلى إذن أخواني ننتقل إلى تحليل الغاز الطبيعي ونشاهد الغاز الطبيعي لا يزال يتمحور حول نقطة البايفت المعثل عن مستوى 2.40 والذي يمثل مستوى الحاجز النفسي للغاز الطبيعي حيث أن اختراقها سوف تمنح الضول أخضر للغاز الطبيعي للصعود سوف مستوى 2.80 وقد نشاهد مستويات الثلاثة إذن أخواني لأعزاء ننتقل إلى تحليل قائد السوق الأمريكي مؤشر الداو جونز الصناعي ولا يزال مؤشر الداو جونز يستفيد من تراجع مؤشر الدولار الأمريكي واستمرارية الضغوط عليه واستمرارية تداول أسعار الداو جونز أعلى مستوى 33.500 لا يزال يرجح الكفة الإيجابية الذي قد تستهدف مستوى 34.225 ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي لمؤشر الداو جونز إلا بكسر مستوى 33.500 إذن أخواني إلى عزان ننتقل إلى تحليل مؤشر الداكس الألماني ونشاهد مؤشر الداكس لا يزال يتمسك بالمكاسب أعلى مستوى 15.750 واستمرار التداولات أعلى 15.750 وأعلى الـ ومتوسط المتحرك قد تقود الأسعار لاستهداف 16.150 و16.800 ولن يلغى هذا السيناريو الإيجابي إلا بكسر مستوى 15.750 وعودة التداولات أدناها إذن أخواني إلى عزان ننتقل إلى تحليل مؤشر ستاندردان بورز SB500 ونشاهد أن الـ SB500 لا يزال يحاول استعادة المراكز الشرائية وإذا نجحت الأسعار باختراق مستوى 4.150 قد نشاهد امتداد المكاسب والسعي صوب مستوى 4.350 أما فشل الاختراق لمستوى 4.150 وكسر قد ينجم عنه موجة صحيح تستهدف مستوى 4.000 إذن أخواني لعزان ننتقل إلى تحليل مؤشر النازدك الأمريكي ونشاهد مؤشر النازدك حتى اللحظة لا يزال يتمسك بالسيناريو الإيجابي واستمراري التداولات أسعار النازدك أعلى 12.850 وعلى الـ لا تزال ترجح الكفة الإيجابية الذي قد تستهدف مستوى 13.500 و14.300 ولن يلغى هذا السيناريو التفاول لمؤشر النازدك إلا بكسر 12.850 إذن أخواني لعزان ننتقل ختاما إلى تحليل مؤشر الكاك الفرنسي ونشاهد مؤشر الكاك لا يزال يسعى ويتقدم في ظل المكاسب وإذا نجحت الأسعار بتأكيد مستوى 7.560 اختراق مستوى 7.560 سوف يمنح 8.7900 خلال التداولات القادمة ولن يلغى هذا السيناريو التفاول إلا بعودة التداولات دون مستوى 7.560 إذن أخواني لعزان هنا نكون قد انتهينا من فقرة التحليل الفنية الأسبوعية أشكر لكم حسنا المتابعة وتقبلوا مني طيب التحيات وفي أمان الله